بالرغم من الحريات الكبيرة اللي احنا عايشين فيها في وقتنا الحالي زي حرية البحث وزهولته اي حد دلوقتي يقدر يوصل لأي حاجة مهما كان مكانها فين اي حد دلوقتي عنده نظرية قادر انه يطلع يشرحها والمنصات موجودة قادر انك تفكر تقرأ اي كتاب في العالم دلوقتي بكافة زر واحدة بيكون ما بين ايديك زمان كنا بنسافر الاف الكيلومترات عشان بس نشوف كتاب او نعمل زيارة ميدانية دلوقتي بقى كل شيء تحت ايدك كل حاجة متاحة ولكن ما زلنا بنعيش في عالم مغلق محاط بالملايين من الاسرار اللي محزور عن العامة انهم يعرفوها واللي عرفها ما نطقش واللي عنده القدرة على المعرفة قافل عليها وبيمنع اي حد انه يعرفها بل وبيمحيها ويشويها ويغير معلمها وتاريخها لغاية دلوقتي يا سادة في اماكن محددة ممنوع زيارتها نهائيا وعلى مدار التاريخ احنا بنتغزى بمعلوماتنا عن الاماكن دي في صورة بيانات متشافة على التلفزيون او المواد الادبية او الكتب الدراسية وغيرها قالولنا ان الهرم اتبنى عشان يكون مجبرة للماليخ خوفه وانه اتبنى عن طريق زلاجات خشبية وترفع عن طريق ساتر ترابي وكل ده مش حقيقي ومش منطق ولا يوجد اي دليل ليومنا ده عن انه ازاي تم بناء الاهرام العلماء على مدار مئات السنين موقفوش بحس في شتى بقاع الارض عن انه ازاي تم بناء الاعجاز الكبير ده وانه كل شوية يظهرلك سر جديد من اسرار الحضارة المصرية القديمة وكل سر اوى من اللي قابله اراء كتير مختلفة اتبنى قبل الطفان ولا بعده من كام سنة طيب طب مين اللي بناه عاد ولا الفراعنة ولا القدماء المصريين واللي هم في العام كلهم مصريين موضوعنا النهاردة يا سادة مش هيكون عن مين اللي بنا الهرم موضوعنا النهاردة عن سر قوة الهرم الاجبر بالذات اسرار ومعجزات لا تصدق شيء مش طبيعي مجرد بحسي عن الموضوع ده لقيت حاجات كتيرة جدا مجرد طرحي لها بس هيخليكم تقولوا عني اني مجنون تاريخنا كله بيقول اننا متصلين بحضرات غامضة بصورة كبيرة جدا فوارد انه يكون فيه اشياء وامور غريبة وخارج نطاق الطبيعة اللي احنا حددناها احنا اللي حددنا ايه اللي مألوف وايه اللي مش مألوف هنحاول على قد ما نقدر نبسط الامور اليوم ولكن قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وانكم تدونا لايك تقديرا منكم لمجهوداتنا حلقة النهاردة هتغدك وتنزل بيك لبطن الارض يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة قبل ما نبدأ حلقة النهاردة حابب انوه عن حاجة معينة في حلقتنا من اسبوعين واللي كانت تحت اسم بصيغة سؤال الفرعنة لصوص الحضارة وعلامة تعجب وعلامة استفاءة وعنوان الحلقة نفسه كان سؤال هل فعلا الفرعنة لصوص الحضارة كما يدعي بعض الكتاب والباحثين فحلقتنا كانت عبارة عن حلقة بحث عشان كله يشغل دماغه ويفكر في الحلقة طرحنا فيها وجهة نظر بحث اتكلم عن انو قوم عاد هم اللي بنوا الاهرامات دون تبنينا اي وجهة نظر من وجهات نظر الباحثين فليه تكون طريقة النقد بتاعنا لبعضينا بالصورة الكريهة دي نتهم ونشتم ونسب حبيبي انا بقدم محتوى بينور العقود لا انا بقدم محتوى هزلي ولا الفيديوهات اياها اللي انت فاهمها اللي دلوقتي مغرقة اليوتيوب ومتصدرة المحتوى العربي انا بقدم محتوى يخليك تشغل دماغه نختلف مع بعض عادي طبيعي نختلف انا وانت عشان تدخل تبحث وترجعلي تقولي انت غلطان في النقطة دي وادخل بعدها انا اكد على بحثي بعد نقضك ليا دي الطريقة هو دا الهدف تشغل عقلك وشغل عقلي نتنور انا وانت فلا داعي للنقض بالصورة السيئة دي وفي الاخر يا سيدي لو انا مش عجبك وطرحي مش عجبك شرفتنا انا تشرفت بوجود وفي نفس الوقت هرتاح من عدم وجود اي حد ينتقد بصورة سخيفة او غير محترمة وبعتذر لحضراتكم عن الاطالة الهرم الاكبر او ما يسمى بهرم خوفه هو اكتر اثار العالم اصارة للجدل والخيال والوحيد من عجاب الدنيا السبعة القديمة المتبقي منها الى الان اتنين مليون وتلتمية الف حجر متمسكين مع بعض بصورة غريبة وبدون اي اسمنت وبدون اي مادة تخليهم متمسكين بالصورة دي لو شفنا كلام الدكتور مصطفى محمود عن نظرية بناء الهرم واللي بيقول انه للاسف كلنا متخيلين انها صحيحة بانهم بنوا زي ساتر ترابي من الطوب الني وردم التراب حوالين الهرم داير ميدور وجروا ورفعوا عليها الاحجار العملاقة دي فوق بكر من الخشب دكتور مصطفى محمود بيقولك ده كلام فارغ وحاجة ضحك قالك مستحيل ده يكون حصل ده مجرد افكار سازجة وسأل سؤال مهم هل يمتلك اي شخص حتى يومنا هذا على سطح الكرة الارضية جواب عن الكيفية اللي تبنى بيها الهرم الاكبر صحيفة الدلي اكسبريس البريطانية نشر التقرير عن ان الغرض الرئيسي والاساسي من بناء المصريين القدماء للهرم انه ما كانش مجبرة نهائية وان الاساس في بناء الهرم هو انه يكون مصدر للطاق وانه يكون مصنع عملاق قادر على انتاج وارسال الترددات والطاقة القهروماغنطيسية وطاقات اخرى واستدلوا على ده بان البناء الداخلي للهرم بيشبه بصورة كبيرة جدا محطات توليد الكهرباء الحديثة والدليل الاكبر على انه مش مجبرة هو انه مفيش اي جثة او موميا جواه شركة تيسلا الامريكية عاملة محطة توليد للطاقة في استراليا والمحطة دي قديمة شوية لقوا تشابه كبير ما بين الفكرة وطريقة البناء بينها وبين الهرم وهوضح لك النقطة دي بعد ديقة من دلوقتي لقوا كمان تحت الهرم سخور وممرات ممتدة لغاية مجرى نهر النيل فبيقولوا انه عن طريق عمل تحريك لمياه نهر النيل داخل الممرات الوصلة للهرم فبيتم انتاج منها الطاقة وبيتم تغزينها داخل الهرم نفسه والتقرير كمان بيقول ان سبب من الاسباب الاساسية والرئيسية وراء بناء الاهرام هو رغبة المصريين القدماء في السيطرة على المياه والطاقة في هضبط الاهرام وكان معروف زمان ان هضبط الاهرام كان فيها قنوات مياه جوفية كتيرة جدا وكانوا بيستغلوها في انتاج الكهرباء داخل الهرم ولكن ايه الهدف من انتاج الطاقة او الكهرباء دي مع انه مفيش اي حاجة وصلت لنا انهم كانوا بيستخدموا معدات او اي شيء بيحتاج للطاقة النظرية دي اترفضت بصورة كبيرة جدا من الاسريين والفيزيائيين ولكن التجارب من بعض العلماء قالت عكس كده خالص وده اللي كان غريب طبعا اول حاجة الباحث او العالم كان بيفكر يعملها عشان يكتشف الصرار الهرم هو انه يتسلقه بعض العلماء سجلوا ظهور تحولات ضئيلة في طاقة اجسامهم وخاصة في احساسهم باطراف اجسامهم ووصلت في بعض الحالات شعورهم بصدمات كهربائية فوق سطح الهرم اما تيجي تقرأ في مذكرات السير ويليام سامنس المخترع والعالم البريطاني الكبير عن تجربته لصعود الهرم الاكبر لما وصل كمة الهرم كان فيه شيء مزهل مستنيه وقف السير ويليام سامنس كده وبيتأمل المنظر من فوق ففيه واحد من المرشدين كان لسه بيطلع اخر كم حجر فبيكلمه وبيشاور له بصبعه حصلت حاجة غريبة جدا السير ويليام حصل له طانين وصوت زبزبات غريبة وكبيرة في ودنه وتلع من اطرافه شيء وصفه انه زي موجات الكهرباء وتنفض في مكانه والكلام ده علميا صح لان لو جيت سمعت الجماعة بتوع الفيزيا هتلاقيهم بيقولوا ان مجرد وجودك في مكان منتشر فيه طاقة كهربائية اما تيجي تتحرك امشي خطوة خطوة بالراحة وما تبعدش اي طرف عن مركز جسمك لان مجرد ابتعاد طرف من الاطراف فانت كده بتسمح بدخول الكهرباء وخرجها من الاطراف الاخرى فالسير ويليام بعدها راح يشرب بعد الصدمة اللي حصلت له دي وهو لسه على سطح الهرم فوق مجرد ما المشروب بتاعه لمس لسانه اتصعج بصورة غريبة وطبعا دلوقتي زي ما حضراتكم عارفين بالقانون ممنوع تسلق الهرم الاجبر بسبب قصرة الحوادث وده على حد تعبرهم الحضارة المصرية سادة لغاية يومنا ده هي مجموعة من الالغاز المشبوكة والمربوطة في بعضها بصورة معقدة جدا على مدار سنين علماء العالم بيحاولوا يفكوا طلاصمها والغازها ولكن دون اي جدوى ومعظم اللي تقال عن الحضارة المصرية القديمة ما هو الا تخمنات وتوقعات فقط لا ترتقي حتى لمستوى فهم الحضارة الجبارة دي اغرب حضارة في تاريخ البشرية وكل اللي حضرتك شايفوا من تقدم تكنولوجي وحضاري وثقافي في الوقت الحالي في بعض الدول ما يجيش زر في طراب الحضارة المصرية القديمة يلا هات لأعظم شركات العالم مجتمعين هات نوكيا وكاتر بيلر وابل وجيف بيزز بسرويتو وإيلن ماسك بشركاتو والصين وشعبها وشركاتها وأمريكا وفلوسها وطلب منهم يبنوا هرم زي ده مش هيقدروا وأكيد طبعا مش مخفى عليك إن احنا كمان ما نقدرش نعمل ده دلوقتي ما فيش حد في العالم يقدر يبني جزء واحد من الحضارة المصرية القديمة طيب كلمنا كلمتين حلوين تعالوا بقى ندخل في الجد طبعا فيه نقطة أحابين نوضحها ونصححها من حلقة لصوص الحضارة وهي إن حجر الجرانيت الموجود في سقف الحجرة الرئاسية في الهرم الأكبر وزنه سبعين طن مش خمستاشر أو ستاشر طن وإن فيه نوع من أنواع الحجارة تم استخراجه من البر الشرقي لنهر النيل وليس البر الغربي فوجب التصحيح نتكلم بقى شوية فأهم الأرقام ارتفاع الهرم 149 متر باينت 4 والمسافة ما بين الأرض والشمس 149 مليون كيلو متر باينت 4 هل دي صدفة؟ طيب بلاش خدي خط الطول اللي مبني عليه الهرم هو 29.9792 وسرعة الدق هي 29.9792 الهرم الأكبر موجود من ألاف السنين سرعة الدق عرفتها البشرية بس سنة 1975 يعني من أقل من 50 سنة هل دي كمان صدفة؟ ما اعتقدش الرقم طلع بالملي يا سابق شي غريب ممر الدخول للهرم بيشير إلى النجم القطبي الشمالي والديهليز الداخلي بيشير إلى النجم الشعري اليماني ده كانوا بيستخدموه كمرصة فلك لا ما تتوهمش ده لسه تقيل جاي قسمة محيط الهرم على ارتفاعه يساوي 3.14 هات مساحة قعدته يقسمها على الارتفاع يديك 3.14 طب ايه 3.14 ده دي نسبة تقريبية في علم الرياضيات والفيزياء الرقم ده مش رقم عادي ده بيسموه الرقم السابت الرياضي وبيرموزوا ليه بطهر وبرده في نفس غرف الهرم الرئيسية ايه سم محيط الغرفة على ارتفاعها يديك برضو 3.14 حتى التابوت الملكي محيطه على ارتفاعه يديك نفس الرقم لو حطيت حطة لحمة في اي غرفة من غرف الهرم هتنشف هتبقى عاملة زي الباسترمة كده ولكن لو مر عليها مئات والاف السنين عمرها ما هتعافى وده سر الغاية دلوقتي محدش عارف ايه سببه الهرم على مدار الاف السنين يا سادة كان جسمه مضيء لانه كان مطلي بمواد مشعة ومنقوش بالدهب الغريب والاغرب ان كل الخناجر واي حاجة لها نصل او سن مصدتش ولسه حد زي ما هي ولو حطيت اي حاجة لها نصل وجوه الهرم مش هتصدي ولا سمناها هيبقى بارد لا بالعكس دي هتزداد حدة وقوة والغاية دلوقتي برضو مش عارفين ايه السر في ده وده مش كلام فارغ دي ابحاث ومتكلم فيها الله رحمه العالم الكبير الدكتور مصطفى محمود وهو قال انه شاف الامور دي بعينيه في غرف بعينها جوه الهرم بتنقطع فيها اي اشارة مهما كانت قوتها ومهما كانت نوعها موقع الهرم الاجبر على نفس خطه الطول اللي موجود عليه مسلس برومودا في المحيط الاطلنطي ومسلس فرموزا في المحيط الهادي والاتنين زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت مرتبطين ببعض ومتشابهين في امور وسمات كتيرة جدا وهنعرف بعد شوية ايه الحكمة من وجودهم على خط طول واحد كمان زوايا الهرم محددة بنسبة غير طبيعية مع الاتجاهات ومش اي اتجاهات دي الاتجاهات المغناطيسية يعني الشمال الشمال المغناطيسي مش الشمال الجغرافي وده الاكثر دق وده اللي بيسموه الشمال الحقيقي او الاتجاهات الحقيقية واكيد كان ليه سبب ومغزى كبير من تحديده انه شيء صعب جدا جدا ولكن اكيد كان فيه هدف من ده وده خلى العلماء يعدلوا حسابتهم في القرن العشرين في موضوع الاتجاهات قدمه المصريين كانوا اصح من الاف السنين اللي قال كلمة انه مصر جات ويجي من بعدها التاريخ فعلا مكدبش المدار اللي بيمر منه مركز الهرم بالملي مكانه في المنتصف بالملي للقارات الخامسة وبيقسم القارات والمحيطات لنصين بالملي بالملي يا سادة انت مش متخيل نصين متساويين في المساحة شيء غريب يا اخي مين اللي عمل الاعجاز ده وازاي عمله كسوة الهرم من الخارج كانت شيء خرافي وغير طبيعي وبسبب زلزال 13001 انهارت واتغدت احجارها اتبنت بيها اجزاء كتيرة من القاهرة اللي نعرفها حاليا زي البوابات القديمة واصوار القلاع والهرم كان املس ومنقوش عليه بالدهب ما كانش حد يقدر يطلع عليه وكان عليه رسومات كتيرة وخرطيش كل ده اختفى ووقع مع الزلزال والعوامل المناخية طبعا زي ما قلنا ان فكرة البناء على انه مجبرة ده شيء مش منطقي نهائيا فيه عالم فرنسي اسمه كارني ومعاه عالم انجليزي اسمه جريفز عملوا ابحاث عن ان الهرم كبناء او ككيان هو شيء غير طبيعي وغير منطقي وانه ليه مغزى من كل حاجة فيه وانه ما فيش حاجة اتعملت في الهرم بالصدفة فقالوا ان فيه تقويم كامل جوه الهرم من بداية الخليقة وحتى نهاية العالم وانه كل احداث العالم مدونة ومسجلة على بعض الرموز والحجارة الداخلية ومن ضمن الاحداث المستقبلية اللي اكتشفوها جوه الاهرام على حسب وصفهم ان الايام هتقوم او نهاية العالم هتكون بتاريخ 2815 بصراحة انا بشوف ده كلام فاضي يعني ولكن برضو ده بحث قائم ولازم يتعرض مفيش اي دليل ان اللي بنا الهرم هو الملك خوفو نفسه مفيش حاجة بتثبت ده ملقوش بس غير خرطوشة قديمة مكتوب عليها اسم خوفو ولا هو ولا غيره مفيش اي دليل على مين اللي بناه اصلا ولكن في كل احوال اللي بنوه مصريين ابناء الارض دي بس الملك خوفو كان فيه حاجة غريبة جد التاريخ مسجلش عن حياة الملك خوفو صاحب الهرم الاكبر اي حاجة خالص مفيش بس غير معلومة واحدة انه حكم مصر 23 سنة بس شكر اما تفاصيل حكمه وحياته فمبهمة جد مفيش ليه اي تمثال خالص ولا اي حاجة يا ضوبك بس تمثال صغير جدا طوله 5 سنتيمتر ده تمثال الوحيد اللي تنسب للملك خوفو غير كده مفيش اي حاجة عنه خالص حتى ما تخش تسرش عنه وتقرأ عنه ومش هتلاقي حاجة بس في حاجة مهمة انا لقيته ان معنى كلمة خوفو اصلا في اللغة الهيلوغروفية بتعني الله جل جلاله فطبقا لابحاث الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه انه معظم التاريخ القديم اللي وصل لنا مزور لان اللي كتبوا الاقوياء المسيطر هو اللي بيجد يعني مثلا هتلاقي ان الاله الكبير عند الفراعنة هو اتم واتم معناها في اللغة الهيلوغروفية القديمة بتعني اول اله نزل على الارض اتم دي مش ادم مثلا سيدنا ادم ابو البشر طيب الاله اوزوريس عند الفراعنة مايجيش معك ادريس مثلا سيدنا ادريس فيه برديات في التاريخ الفرعوني بتتكلم عن ان اوزوريس هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم ولبس المخيط والتخطيط والتقويم وده فعلا اللي كان معروف عن نبي الله ادريس انه هو اللي علم البشر وكمان كان معروف ان نبي الله ادريس كان في مصر الاله نو عند المصريين القدماء اله المياه والفيضان ومنكز البشرية طبعا واضح نو نوح والطفان ومنكز البشرية كل ما نبي كان بيموت كان بيتحول لأسطورة وتتحرف سرطه وبعد كده يعبدوه ودي اللي كانوا ساعتها بيسموها تأليه الانبياء في دراسة عملها عالم الراديو العظيم اللي تشيكوسولوفاكي كاريار دربال وبعد بحوث كبيرة وعظيمة جدا في مجال دراسات الطاقة الهرمية لأوا ان فيه اثر ايجابي كبير جدا على اي حاجة بتتحط جوه مجسم هرمي والدراسة وضحت بالتفصيل ده الطاقة اللي بتكون جوه المجسمات الهرمية بتكون قادرة تعالج كتير من الامراض الشكل الهرمي بيكتسب طاقة مغناطسية من الارض وطاقة كهر ومغناطسية من السماء والشمس والامر وبتمتص الطاقة دي عن طريق رأس الهرم وبعدها تتوزع على الهرم بالكامل وكل اللي جواه وده المسبب للأثر اللي بيحصل لما تسيب اي اكل او شربه جوه الهرم مش بيعفن ولا بيخرم النباتات النباتات كانت اسرع في النمو لما تزرعها جوه الهرم او جوه مجسم هرمي دراسات مثبتة وجودك انت كشخص جوه مجسم الهرم واخد الاتجاهات الاساسية للنظام الكهرومغناطيسي وعن طريق دراسات اطباء وعلماء في شتى المجالات قالوا انه قادر انه يسرع التقام الجروح ويخلصك من النوبات زي الصرع والصداعة وتجديد شباب الجسم والخلايا وكمان مضادات الاكساد وكالة ناسا الامريكية حطت اجهزة الهرمية بداخل مجسمات هرمية الاجهزة دورها تلتقط قوة الطاقات والاشارات ولاقيت ان في مجال كهرومغناطيسي بصورة كبيرة جد وصلت قوته ل13000 وحد الطاق اللي بيسموها الجاوس في حين ان المجال المغناطيسي بتاع الارض العادية بدون ما يكون فيه اي مجسم هرمي هي واحد جاوس انت متخيل وده السبب في القوة الرهيبة اللي داخل الهرم معظم الدول المتقدمة دلوقتي بقيت تتعمد تعمل بنايتها بشكل هرمي او في اخر البناية يعملوا شكل هرمي ركزوا شوية هتلاقوا ده حواليكم في كل مكان وده طبعا للناس الموجودة في دول متقدمة كمان التجربة دي اثبتت ان الشكل الهرمي بيعيد تلميع المجوهرات والعملات المعدنية المؤكسدة وبيخلي الانصال ما تبردش وبالعكس تكون حد اكتر دربال بيقول ان اي حد يقدر يصنع هرمه الخاص اهم شيء انه يكون من مادة ممتصة للطاقة زي البلاستيك والخشم وما يكونش من اي معدن عشان ده بيعكس التقاط وانه اي حد قادر يستفيد من القوة الرهيبة على جسم الانسان وغير جسم الانسان داخل المجسمات الهرمية الفقرة الاخيرة من حلقة اليوم هي الاهم والاقوى فلذلك انا سبتها نختم بيها حلقة النهاردة تاريخنا كله بيقول اننا متصلين بحضرات غامضة بصورة كبيرة جدا فوارد انه يكون فيه اشياء وامور غريبة وخارج نطاق الطبيعة اللي احنا حددناها احنا اللي حددنا ايه اللي مقلوف وايه اللي مش مقلوف يعني لو من اول ما تولدنا قالولنا ان فيه مثلا سكان في جوف الارض كان بالنسبة لنا هيبقى الموضوع عادي ومقبول الفكرة دايما ان تغيير الافكار السابتة بيكون شيء مش سهل فانا فاهم ومستوعب ده كويس ففيه كتير جدا من الادلة والبراهين اللي بتثبت ان فيه انفاق وسراديب ومدن كاملة تحت سطح الارض في عالم جوف الارض الداخلي واحنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع جوف الارض ده فحلقات الرمضيون هسيب لك اللينك بتاعها هنا فوق وتحت في الشرح فمن الادلة على موضوعه في الارض وان الهرم الاكبر ليه دور كبير في الموضوع ده تلاقي مثلا الاستاذ محمد عارف في كتابه سكان تحت الارض عالم مسير جدا قال انه فيه دكتور اسمه بول لورانس بيحكي في محاضرة انه من خمس سنين قابل شخص اسمه رام والشخص ده كان عمره 35 الف سنة فطبعا الموضوع في الاول كان غير منطق 35 الف ايه حبيبي ما صدقهوش طبعا ولكن كمل معالي الاخر وبقى اصدقاء وابتدى يعرف منه حاجات خارج نطاق الكم بتاعنا وعرف منه كل حاجة عن عالم جوف الارض اسرار رغيبة فدكتور بول لورانس خد الكلام ده على محمل الجد جدا وبحث واكتشف ان فيه خمس مداخل فعلا معروفة ووضحة بتدخلك لعالم جوف الارض اولها في القطب الشمالي والمدخل التاني في القطب الجنوبي في قارة انتراكاتيكا والمدخل التالت في مسلس برامودا والمدخل الرابع في مسلس هرموزا والمدخل الخامس تحت الهرم الاجبر في الجيزة وقال ان فيه فتحات ومداخل تانية غير معروفة وغير مؤكدة زي فتحات في الطيبت وسايبيريا وفي الهند وقال كمان ان علماء مصر وامريكا وروسيا عارفين ان الارض مفرغة من الداخل وانها مش مسمطة زي ما اخذنا في المدار الزمان وكمان في كتاب المدن المفقودة بعد الطفان واللي ترجمه الاستاذ علاء الحلبي تحت عنوان الكهوف والانفاء والمتاهات تحت الارضية مكتوفي ان فيه رواية قديمة بتقول انه فيه نفق ليه مدخل مخفي تحت اهرمات الجيزة بياخدك مباشرة الى جوف الارض بطول 600 ميل وانه في طريقك للمدخل ده فيه مدن وسراديب لا تعد حضارة كاملة تحت الارض الموضوع مخلصش هنا العالم بتاعنا اكبر بكتير من كلمة اسرار وغموض احنا السوابت اللي عندنا كلها خدناها من الكتب المدرسية او الطلقين اللي اسمعناها او البرامج التلفزيونية الارض قروية طب انت شفتها لا طب عرفت ان انها قروية ولأ انا زيك كمان مؤمن انها قروية ومش مسطحة بس كل الفكرة اللي قصودها انه كل السوابت اللي احنا نعرفها دلوقتي هي افكار مكتسبة يعني مش تجارب عشناها ومن الاخر انت متاح ليك تعرف لقدر معين ولذلك اقرأ وافهم واعرف ونور عقلك وما تيقس من البحث وانك تجري ورا معلومة وعشان تعرف اكتر اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس ودينا لايك تقديرا منك لمجهوداتنا وما تنسوش تشوف الحلقات اللي فاتت واتبعونا على الانستجرام والفيسبوك كل ومنياتي للجميع بالنجاح في الحياة انا كريم العدوي الى اللقاء في حلقة جديدة اشتركوا في القناة